السلالم المجير هارموني انت هزفت يا بتاع البيانون واجعت دماغنا اهلا بيكم اسحبا معايا للدرس دوت عشان الدرس دوت اهم درس في تاريخ الموسيقى في عالم الهارموني اهم درس في الهارموني على الاطلاق هنبدأ بسلم الدو مجير سلم الدو مجير لو انت بتعزفه على البيانو بيبقى كله مفاتيح بيضة دو ري مي فا سول لا سي وبرجع تاني على الدو عالتامنا اللي هو الاكتاف انا ملمستش اي مفتاح اسود على البيانو مفيش اي نص تون زاد عندي على البيانو كل مفاتيح طبيعية بيسموه سلم دو مجير او سلم الطبيعي السلم الطبيعي دوت دو للدو طيب انا دلوقتي هشوف تقسيمة السلم دوت دو ري مي فا اربع نوات لغاية النوطة الرابعة درجة الاولى الدرجة التانية الدرجة التالتة الدرجة الرابعة اربع درجات السلالم البيت بتاعك الدرجة الاولى الدرجة التانية الدرجة التالتة الدرجة الرابعة وقف لحد هنا وبعدين الدرجة الخمسة الستة السبعة للتامنة هنعمل دوت الجزء التاني القلبة التانية بتاعتها في سلم البيت المسافة بتاعتها بتبقى واحد واحد نص واحد 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 نص من الدول للري تون الري للمي تون المي للفا نص تون وبعدين من الفا للسول تون ومن السول لللا تون اللا للسي تون والسي للدو نص تون مسافات السلم الميجر ديت مسافات متطبقة لو انت اخدت المسافات دي طبقتها على الحركة من اي نوتة المفروض يطلع لك سلم ميجر بس بداياته النوتة دي طيب هنعمل دولي تجربة بسيطة الاربع الاخرانيين دول النص التاني اللي هو قلبة السلم التانية دي هنقطعهم كلهم كده ونحطهم في الاول عشان نبدأ السلم الجديد طيب السلم الجديد ده هيبدأ من الدرجة الخمسة الخمسة في السلم المجير واللي هي السول اول سلم اول سلم هنتعلمه بعد سلم الدو مجير بس سول مجير طب مش معنى هانا السول مجير استنى معايا بس وهنعرف اول نوتة فيها تبقى سول لا ادي تون لا سي تون ماريش مشاكل واحد واحد يبعزين نص سي للدو نص عظيم زيه زي المجير الاولاني واحد واحد نص طيب مسافة بين السي ما بين الدو والري ادي ماشي ادي واحد تاني من الري والمي واحد تاني من المين الفا اه نص احنا محتاجينها كام واحد عشان تبقى زي المقاس بتاعنا فوق احنا قلنا واحد واحد نص واحد 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 نص المرة دي واحد واحد في نص فحتر ارفع الفا نص ستون للمفتاح السود بتاع البيانو اللي فوق فيبقى سول لا سي دو ري مي اف شارب او فا دي از طيب فا دي از ده انا رفعتها نص تون بين الفا دي از وبين السول اللي هو التامنة بقى اللي هي واحد نص اللي هي النص بقى الاخرانية بين الفا دي از وبين السول نص تون فكمل كده عندي السلم الماجر يبقى السلم الجي ماجر عندي فيه علامة واحدة بس للتحويل اللي هي الفا برفعها نص تون تبقى فا دي از ما ينفعش العب فا عادية في سلم السول ماجير فيبقى السلم بتاع السول ماجير ده هو اول سلم بعد الدو ليه علامة تحويل واحدة بس هو كل واحد كل سلم ليه علامات مختلفة ايوة مفيش سلم زي التاني في علامات التحويل بتاعته هنبتدي نتدرج من السول نطلع للبعديه ونطلع للبعديه هتلاقي علامات التحويل بتزيد واحدة كل مرة طيب احنا عملنا ايه في المرة الاولانية احنا قلنا اخدنا النص التاني قلبة السلم التانية اللي ارباع الاخرانين ونبدأ بيهم هناخدهم تاني اللي ارباع الاخرانين من السول نحطهم في الاول هيبقى ري ري للمي تون المي للفا دياز انا ههدى زي ما كانت ده تون كده حلو قوي فا دياز للسول نص يبقى واحد واحد نص تمام حلو قوي كده سول لللا تون ماشي لا للسي تون مفيش مشكلة سي للدو انا محتاجها تون سي للدو نص تون يبقى انا محتاج ارفع الدو نص تون كمان فيبقى عندي في سلم الري ماجير الفا دياز والدو دياز زادت علامة واحدة عن سلم السول ماجير اللي بعده وحفظة اعمل الموضوع ده اكرر الكلام ده ده بيسموه دايرة الخمسات دايرة الخمسات ليه بيسموه دايرة الخمسات لانه دايما نببدأ السلم الجديد من خامس نوتة من الخامس نوتة الدو الخمسة بتاعتها سول فبدأت السلم اللي بعده سول السول الخمسة بتاعتها ري فبدأت السلم اللي بعده يوم ري وحتلاقي كل مرة علامات التحويل تزيد واحدة هتبقى فا دو سول ري لا مي سي ده انا حافظهم صم فا دو سول ري لا مي سي علامات التحويل هيبقوا سبعة دياز سبعة دياز فالسبعة دياز دول هيبقى ترتبهم الفا دو سول ري لا مي سي احفظهم كده بس انا عايزك تطلع كواجب ليك طلع لبقية السلالم بالطريقة اللي احنا شرحناها دياز بتاخد الجزء التاني اللي هو الاربع الاخرانيين القلبة التانية بتاعت السلم تبدأ بيهم السلم بتاع البيت الجديد وهكذا فدي فكرة نظرية دايرة الخمسات اللي هتطلع لكل السلالم المجير بتاعتها دياز وتطلع لعلامات التحويل الكافية لكل سلم فاتمنى انكم تكونوا فهمتوا لدرس دوت وانطبقوا عملي على اننا نطلع بقية السلالم اللي هي من اول سلم السول مجير ابتدلي بتدو مجير طبعا طلع لي كل السلالم اللي بعدها لحد سلم دو دياز مجير سلم دو دياز مجير واشوفكم الحلقة الجاي اشتركوا في القناة